بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا يا سادة احنا دايما بنتفقد بيوتنا لان احنا حلقة يوم الحد بنعيش مع بعض قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ونشوف بيوتنا ازاي هي مساحة قربها وبعدها من التوافق الزواجي ظهرت وموجود في البيوت حاجات كتيرة جدا جدا من اهمها لعبارة تالية انا خايف اتكلم لاحسن ازعل انا خايف اتكلم لاحسن ازعلها انا خايف اتكلم لاحسن ازعله فيبفضل كل واحد فينا شايل الكلام وكاتمه وما بيتكلمش ده مش هقدر اسميه الخرس الزواجي لكن ده ممكن نسميه مصطلح تاني اسمه ماذا؟ ان الواحد عمل حاجة كده زي ان هو حاول يسلم ويسلم يعني ايه؟ حاول يسلم من الانتقاد ويسلم من النكد ويسلم نفسه للإحباط ففي حالة من حالات الإحباط الزواجي ان الكلام ما منوش فايدة فكرة ان الكلام ما منوش فايدة دي ده فكرة سيئة جدا في الحياة الزوجية بيجون سببها عدم احساس الزوجين ان البيت ده ممدود بمدد الله على فكرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والكلمة الطيبة صدقة عايز يقول لنا حاجة مهمة قوي ان انت لو كنت طيبت الكلمة يعني ايه طيبت الكلمة؟ اخذت الكلمة من حضرة الله اخذت الكلمة من عند الطيب سبحانه وتعالى فان الله طيب لا يقبل الا طيب فلو كانت الكلمة طيبة فيا صدقة فإلا حصل الصدقة تقع في يمين الرحمن فيربيها لكم كما يربي احدكم فلوة حتى تصيرك الجبال فالكلمة الطيبة جبل من الكلام ومن الدراسات ومن الابحاث وعشان كده انا مش جاي اخليكم تؤمنوا بقوة الكلمة الطيبة في البيوت انا جاي اكلمكم عن حاجة مهمة جدا ان الاحباط الزواجي احد ادوات النفس الامارة بالسوق لافساد البيوت هنا الشيطان مش هو اللي بيقول لنا ما تتكلموش لا ده النفس الامارة بالسوق اي مبدورها وانا زي ما فيه الشيطان بيبقى فرح جدا 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 بذلك الشخص الذي يوقع ما بين الرجل وزوجته فيجلسه بجواره كذلك النفس الامارة بالسوق من افرح ما تكون عندما تحبط زوج او زوجه من انه يبادر ويتكلم بمشاعره اللي هو حاسس بيها عشان يتكلم مع زوجته او تتكلم مع زوجها ما يسمى بالاحباط الزواجي كارثة للحياة الزوجية لان الاحباط الزواجي ده ما بيقاش حقيقة خلينا اقول لكم حاجة لازم نعرف ان البيوت محل العبودية والبيوت فيها ثلاث اسرار سر ان البيوت دي ملها ما زالت محل لنظر الله سر ان البيوت دي نعمة سر ان البيوت دي ممدودة بمدد الله وجعل بينكم مودة ورحمة فالبيوت دي محل المدد الله فاللي هو شايف ان كلمته لا هتقدم ولا هتأخر وشايف ان هو مبدرته لا هتقدم ولا هتأخر لان خلاص احنا عندنا تراث وعندنا تاريخ من الوجع وتاريخ من الاسى وتاريخ من الاحباط وتاريخ من السواد هو الحقيقة لا ينطق بالحق ولكن ينطق بالسواد سواد النفس الامارة بالسوق ايه اللي بيخلي الناس تبقى مقبلة على هذه الحالة اللي هي حالة في الحقيقة كل الناس هتقول الحقيقة حقيقة ما احنا شايفين النكة دا هو احنا راكمنا النكة فوق بعضه فعملنا هذا الاحباط الزواج لا هو حقيقة دا مش حقيقة لان في اوقات تانية هذا الاحباط بنخترقه لما بنسميه انه وفاق بينا ونتكلم ترجمة نانسي قنقر